عند نشوب النزاعات والخلافات والأزمات داخل البلدان أو عند محيطها الخارجي فإن حلها لا يكون إلا بتفعيل الطرق السلمية تلك عقيدة تحتكم إليها الجزائر في علاقاتها مع الخارج إن قرب أو بعد جغرافيا تشدد واشنطن على فعالية المقاربة الجزائرية ودورها في حل حالة الأزمات والتي حسبها ستتعزز بعضوية الجزائر غير الدائمة في مجلس الأمن خلال عهدتها المقبلة عضوية تدعمها الولايات المتحدة بشكل صريح نحن نراهب مشاركة الجزائر مثلا في المجلس الأمن ولكن هذا ليس كافي نحن نريد أن نرى دول مثل الجزائر تشارك في كل المؤسسات الدولية في كل اللجنات والليجين لديها هذه المؤسسة الأمم المتحدة لأن فعلا هذه الإدارة ترى أن حان الوقت كنا نتكلم حول الإسلام منذ سنوات بالنسبة للأمم المتحدة ولكن هذه الإدارة ترى أن حان الوقت لنمر من الكلام إلى الفعل الدعم الأمريكي لعضوية الجزائر في مجلس الأمن الدولي وإبداء الرغبة في تواجدها بكل المؤسسات والهيئات واللجان الدولية حاصل ما بلغته الدبلوماسية الجزائرية عبر تجاربها في حل نزاعات والتي تتفق واشنطن مع أساسها الدبلوماسي والسلمي منطلق مبادرة الرئيس الجزائري لحل أزمة النيجر لتصبح المبادرة محل توافق دولي تنال صدا إيجابيا داخل أروقة الأمم المتحدة نحن نرى أن الجزائر والآن هذه الهكومة تلاعب دور مهم بالنسبة للإستقرار والأمن في المنطقة ونحن لازم نشكر الهكومة الجزائرية خاصة بنسبة اهتمامها حول مثلا ما حدث في نيجير ودليل على ذلك الاجتماع بين النائب مسائد وزير ماليفي والوزير الخارجية الجزائري لأنه كان يناقش في هذا الاجتماع المهم كل الملفات وكل التدائيات من هذا الصراع في نيجير تاريخ الدبلوماسية الجزائرية يتحدث عن فلاحها في الوسطات وحل النزاعات والأزمات في إفريقيا والعالم العربي بعيدا عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول ما أكسبها خبرة في التعامل مع الفراقاء والتواصل معهم حسب دبلوماسيين أكدوا تعزز العقيدة السلمية بعضوية الجزائر غير الدائمة في مجلس الأمن يعني الجزائر كما تعرفون انتخبت لعضوية مجلس الأمن غير الدائمة للسنتين 2024 و2025 كما انتخبت لمجلس حقوق الإنسان وبالتالي وجود الرئيس عبد المجيد تبون في هذه الدورة مهم وقدم شكره لمائة وأربعة وثمانين دولة انتخبت الجزائر والجزائر لديها خبرة طويلة في العمل الدولي وفي الوساطات وفي حل النزاعات ولها علاقات مميزة علاقات مميزة تكون على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتقدم وساطتها أدعم الأمريكي للجزائر في أعلى المنابر الدولية يترجم ثقل عقيدتها ومقاربتها التي أثبتت صوابيتها يقول ملاحظون في وقت تسعى الجزائر مستندة لحنكتها إلى تفعيل حلول سلمية لأزمات باتت مصدر قلق للعالم دونا عن القوة والاقتتال ترجمة نانسي قنقر